حذر زعيم التار الصدري مقتدى الصدر من أن عدم تحقيق النصاب قد يكون نهاية مجلس النواب دعين إلى عدم استبدال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم غد بمغنم أو مأدبة على حد وصفه وقال صدر في تغريدة الله في تويتر إنه من المعيب تركه العراق وشعبه بلا حكومة وذلك في رسالة جديدة إلى النواب المستقلين مبينا أنه يأمل منهم ومن المعارضة الوطنية وقفة مشرفة من أجل شعبهم مشيرا إلى أن الشعب ينتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب غدا السبت جلسة الانتخاب رئيس الجمهورية